موسيقى موسيقى لولا الشاقة بحوالي ما بفارقك يا زينة يا دار عنا غالي ويطئت ساكن فينا وحياك رب العالي فراقك ما هو بدينا لولا الوازي وطهر الخازي ما بيشتيزي من دي صباح الخير سمار كيفك اليوم؟ يسا صباحك فراح كيفك انتي؟ الحمد لله اليوم جو كتير حلو سمار بتيعنين بشمس وجو دافي الجو كتير حلو بس كمان في سقعة شوي يعني في برد لازم العالم اللي بتنزل من بيتها اليوم تتفح على شوي ما خاش نمرض ابدا ابدا بدي ارجع اول صباح الخير لك المشاهدين الاخبارية السورية وينما كانوا عم بتابعونا صباح الخير لكل شخص توجه لعمله لجامعته أو حتى لمدرسته نتمنى النهار يكون نهار خير صحة وعافية على الجميع نرجع من شدد ومنذكر الإجراءات الوقائية دائما ما بدنا عدد الإصابات يزيد أكتر بدنا نتمنى لكم الصحة والعافية ونهار حلو فرج قريب يا رب اليوم كتير من المواضيع المميزة حترافقنا من الجانب الطبي أو النفسي وغيره من المواضيع رفقونا على مدار ساعة من الوقت مع ضيوف اختصاصيين بدي ارجع اول لسما ريساد صباحك عن جديد ريساد صباحك عن جديد وصباح كل من قم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية أكيد والصحة والسلامة للكون متلك اليوم عنا العديد من الاضيوف والفقرات والأخبار المنوعة أبقوا برفقتنا بحلقة مميزة كتير بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحل محل الديمقراطية تحل محل الديمقراطية تحل الديمقراطية نحن بكل صباح لازم أنه نحن نرجع نشدد ونذكر بالإجراءات الاحترازية لمقاومة جائحة كورونا مثل ما عم نشوف الإصابات للأسف عم بتزيد الناس شوية تساهلت بموضوع التعقيم وبموضوع أنه ينتبهوا أكتر على صحتهم بارتداء الكمامة فنحن نتمنى دائما أنه يكون قدر الإمكان موجود هذا الوعي لحد هلأ أكيد ضروري الإجراءات الاحترازية اللي كلياتنا بنعرفها الكمامة أكيد والقلافز دائما لازم نحطوا بإيدينا بالإضافة ننتبه لأولادنا بالمدارس وكمان نرجع يعني نقل لهم كيف يهتموا بنظافتهم الشخصية بما أنه أكيد هنا سيكونوا مع الأطفال وأصدقائهم بالمدرسة وما يعكلوا من بعض ويهتموا كثير بصحتهم أكيد أكيد سمار رحا نروح لتقرير أيضا من إيران وخصوصا عن اختتام فعاليات مهرجان أفلام المقاومة المنعقد في طهران والمشاركة السورية في تفاصيل أوفع مع مراسلنا أحمد سامي 135 دولة شارك مخرجوها بأفلامهم في الدورة السادسة عشر لمهرجان أفلام المقاومة المنعقد في طهران فرغم ظروف جائحة كورونا وانعكاساتها على مجمل الأنشطة السينمائية في العالم إلا أن القائمين على هذا المهرجان أكدوا إصرارهم على إحيائه وكعادته من كل عام فايروس كورونا قد يقتل والرصاص كذلك ولا يمكن لنا التحجز بظرف طارئ لأن قصة البطولة والمقاومة والفداء لا بد أن ترى وسط التعتيم الدولي الذي يمارس ضدنا وهنا منصتهم أكثر من 3000 فيلم شاركت في المهرجان الذي استحدث هذا العام قسما خاصا بالشهداء وملاحمهم حمل اسم الشهيد القائد سليماني فضلا عن أقسام عدة مختلفة مخورها المقاومة وتجلياتها هذه المشاركات تعني بأن نحو 80% من دول العالم قد شاركوا بأفلامهم هنا وبأن المهرجان معروف على الصعيد العالمي والعالم ينظر لأعماله وسيستمر بالعمل ليوصل من خلاله صوت المقاومة للعالم برمته كما شهدت دورة هذا العام حضورا عربيا مميزا المشاركة العربية بالمهرجان كانت واسعة من عدة دول كان موجود معنى أفلام من مصر تقدمت للمشاركة في من العراق أيضا مشاركات من مؤسسة السينما العراقية ومن لبنان وفلسطين كمان مشاركات كبيرة كانت ومن سوريا فيلم جدائي لمخرجه إسماعيل ديركي الذي يروي قصة أم فداء الأم التي قصت جدائل ابنتها لتحولها إلى صبي لتهرب بها من أماكن سيطرة العصابات الإرغابية حضر ممثلا عن سوريا فضلا عن فيلم لماذا سوريا وفيلم أم غياث وميران وغيرك كشف الإرهاب على حقيقته مهمة قام بها بجدارة المخرجون السوريون الذين لطالما تميزوا بين أقرانهم في القيمة الفنية بدي تستغل قد ما بتقدر من الليل وانت عم تمشي بالحمال ومنهم نجدة أنزور الذي تبوأ فيلمه دم النخل وبجدارة المراكز العشرة الأولى بين الأفلام المشاركة لما يرويه من قصة إنسانية مؤثرة بحبكة سينمائية عالية اختارت لجنة التحكين فيلم دم النخل للاستاذ نجدة أنزور يعني شافت فيه أنه أفضل فيلم جدير بالمنافسة على جوائز المسابقة الرئيسية إذن صناعة ذاكرة سينمائية للحرب على سوريا مهمة أنجزت وبإتقان ودليلها المراكز المتقدمة التي حصدها المخرجون السوريون بين نظرائهم من العالم في مهرجان أفلام المقاومة في طغران قالوا بأن للقلم والبندقية فوهة واحدة وبأن الصورة عندما تحضر فهي تغني عن ألف كلمة لكن الفيلم السينمائي وفنه السابع يدمج جميع معا وغاب ما أرسله وحضر به فيلم دم النخل الذي جسد المعاناة السورية بأبهى صورها وأثبت أن المقاومة دائما يبقى على خطه ولا يساوم أحمد سامي للإخبارية السورية طغران فرح إلى أولى فقراتنا لليوم وهي المساحة الطبية التي خصصناها للأطفال وبشكل خاص لأطفال الذين يعانون من الربو حيث تنشط هذه النوبات مع فصل الشتاء رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتورة هند القائد أخصائية بأمراض الأطفال يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك أهلا صباح الخير دكتورة بالبداية خلينا نعرف بالتفصيل من حضرتك شو مرض الربو؟ هل ممكن يخلق مع الأطفال منذ الولادة؟ بداية مرض الربو مرض شائع عند الأطفال ونسبة حدوثه يعني يحدث نوبة روبية واحدة عند الأطفال بنسبة 10% قد تكون نوبة وحيدة أما تردد النوب هو المخلينا نقول عنه كلمة ربو هو مرض مزمن صعب التوقع سيره تقريبا أكثر المرض بسبب استشفاء عند الأطفال في المشافي هو مرض الربو وعدم تفهم طبيعة المرض قد تسبب للوفاة لشان هيك هذا الشيء بتطلب وعي من الأهل ووعي من الطفل نفسه إذا كان الطفل قادر إنه عم نحكي على طفل واعي لأنه الطفل بمريض الربو طفل بسبب له نوعا ما أزمة أزمة نفسية أزمة بالطعام بالأكل بالشراب بالحركة بالتمارين الرياضة حتى تعطل عن المدرسة أزمة للأهل بيستنفروا ابنهم ما عم بياكل ما عم بينام تعطل عن المدرسة بده ياخده على المشفى يعمله إرزاز فهو مرض شائع والطفولة يعني ممكننا نقول مثلا نسبة حدوثه بالسنة الأولى 30% عند الأطفال بعد عمر 4 إلى 5 سنين بتفهمت تحته 90% من النواب فمرض ليس بالنادر بالعكس شائع ويتطلب وعي كتير وكيفية معالجته مو معالجة ما من نصعب الأمور بس هي مو معالجة سهلة تتطلب الوعي الواضح عند الأهل والتعاون بين كافة أفراد الإسراء والمشافي مشان تدبير هذا المرض دكتورة خلينا نحكي عن أعراض مرض الربو عند الأطفال الأعراض صريحة وواضحة خصوصا بوجود قصة عائلية يعني الأهل اللي عندهم قصة عائلية لربو هن نعطي نوعا ما متأهبي لحدوث الربو عند الأطفال رح نقولش ممكن يكون وراسة تماما الأنصر الوراسة هو عنصر واضح بالموضوع يمكن الأهل أول شيء ينكروا وجود قصة ربوية تحسوسية أو ما يعرفوا وجود قصة يعني مثلا الأب بيتم مزكيم بيتم يعطس عيونه بيتم حمر بيتم بيسعد ابن الخالي ابن العم ما بعرف ليش بفكروا مثلا ابن العم دخلوا ابن الخالي ما دخلوا لا طبعا عند الوالدين عند الأم والأب فإذا وجود قصة عائلية تصير تلفت نظر احتمال وجود قصة ربوية عند الأطفال الأعراض الشائعة هي الأعراض عبارة عن سعاد ضيق بالتنفس عند الطفل زلي عند تنفسية الطفل مثلا ما بيقدر ينام ما بيقدر يأكل عطشان للهواء بتحسيه ضايج حسب شدة النوبي فأول تشخيص الربو تشخيص سهل سريريا للطبيب سهل والأهل إجماله بيجي يعني عم بيعرفان أنه ابنه طلع معه ربو فالتشخيص هو تشخيص سهل مثل ما إنه هو سعال جاف زلة تنفسية تسرع بالقلب رفو الطعام عدم القضرة على النوم شعور بالانزعاج الواضح ألم بطني أحيانا هبوط بالحرارة من سدة تسرع القلب والتنفس أحيانا يترافق بإنتانات تنفسية إذا ترافق بإنتانات تنفسية إلو أعراض تانية بس في كتير مهم الشغلة إنه نحنا هلا هي مو شغلة الأهل قد ما هي شغلة الطبيب إنه يلفت نظره إنه مو كل طفل عنده قصة ربوية وعمل أعراض ربوية هو ربو لازم ننفي شغلات تانية كتير مهمة مثلا هذا شي بيعود للطبيب مثلا الطفل عنده قصة ربو يعني نحنا عم نشوف عنده أزمة ربو متكررة وممكن يكون يعني عم نعقادة شوي إنه ممكن يكون باله جسم أجنبي ونحنا عمنا قصة عائلية ربوية ونفكر إنه هاي قصة ربوية وهو الطفل حقيقة مو هو قصة ربو قصة تناول جسم أجنبي وهذا شي شائع عند الأطفال يعني الأطفال ممكن يتناولوا بزرة فستقة حبة كرزة حبة مسبحة ويعملنا نواب ربوية متكررة ونحنا بنعرف إنه الطفل أهله عندهم قصة ربوية فيه خلفية ربوية ونعامل الطفل على أساس ربو فهذا الشي لازم نلفت نظر الأهل إذا مسألهم فيه قصة استنشاق قصة شردقة هذا الشي واضح تمان فيه عندنا قصة الالتهاب القصبات الشعرية عند الأطفال هو عرض شائع وهذا الشي بيحدث قبل عمر السنتين هذا مو شرط نحكم على الطفل إنه عنده ربو فأي إزمة صورة ربوية عند الطفل قبل عمر السنتين نحنا متعامل معه بإلتهاب قصبات شعرية كطبيب يعني كيف متعالج معه وإذا تكررت هاي النواب وكان فيه قصة عائلية هون منرجح تشخيص الربو فالربو ما يتشخص من أول نوبة أول نوبة نحنا ندرسه للطفل تكرر النواب وجود قصة عائلية مثل ما قلت لك هو الشي بيرجح وجود الربو فيه أطفال عندهم قلص معادي مريئي يعني بيرجع ارتداد الأتلة من المعدة للمريد هالشي بيسبب تخريش وبيعملنا أعراض تشبه الربو فكمان ننتبه لهالمواضيع هاي التشخيص التفريقي للربو تشخيص واسع بس إجمالا كما أعيد وأكرر إنه وجود قصة عائلية تحسوسية من أي نوع كانت يعني قصة التهاب ملتحمة أرجي قصة مكام أمف دائم قصة التهاب جيوب تحسوسية عند الأقارب بيلفت نظرنا لوجود الربو بيبقى تشخيص الربو التأكيد لأله هون شغلة الطبيب إجمالا القصة الصورة رحنا بنعملة أحيانا ما بنطلب صورة من أول مرة أما إذا تكررت بنطلب صورة الصورة هي مو لتشخيص الربو تشخيص الربو سهل بالصورة الشواعية ما حنلاقي علامات وصصية بس ننفي الآفات التانية المرافقة يعني الآفات القلبية الاضطرابات التشريحية بالصدر نفي الآفات تعني هذا اللي بيخلينا نطلب الصورة الشواعية والاختبارات المصلية للربو يعني الدموية هلأ بنفحص دم ما بيشخص لنا ربو أحيانا ترتفع الإيوزينيات يعني نوع من الخلايا الكريات البيض الموجودة بالدم قد ترتفع يعني نحن تشخيص الربو لا نعتمد عليه على المخبر إذا وجدت ارتفاع بالإيوزينيات بنسبة معينة تقريبا أربعمائة خليلة مثل المكعب هون بتساعدنا بالتشخيص كما للبولينات المناعية يعني فحص دموي بيفحص لنا الأضطار قد ترتفع وقد لا ترتفع فلا نعتمد على تشخيص الربو بالفحوصات المخبرية والشواعية بل تساعدنا وتردفنا أما الحقيقة هي القصة السريرية الوابحة تماما كمان دكتور نعرف كثير أن الأمراض يمكن لطريق علاجة طويل دائما بتحتاج لإسلوب ونمط حياتي مختلف عن الإسلوب للطفل الطبيعي يمكن اللي ما بيعاني من أي مرض كيف بيصير إسلوب حياة طفل الربو وكيف نقدر نتعامل معه عن شو لازم يبتعد على شو لازم نركز هو هذا السؤال الأهم لأنه مثل ما قلنا أنه تشخيص الربو سهل بس معاملة مع طفل الربو معاملة ليست سهلة لأنه المرض مزمن كما قلنا ويتطلب وعي واضح من الأهل فنحنا نتعامل مع مريض الربو بمعالجته أول شيء إبعاد العامل المسبب إن أمكان لأنه مؤرجات الربو كثيرة نبدأ بعدد كبير لا يحصل من الأعداد عندك وبار المنزل وبار الطلع وبار الحيوانات الروائح المخرشة الطعام البيض الحليب أحيانا ما بنعرف نحنا شو الأدوية نزلات البرد تصير الهواء البارد تبدل الطقس من دافئ إلى بارد أو بالعكس كثير شغلات بتصير النوبة الربوية وأحيانا الأهل بقدروا يعرفوا شو اللي ثار النوبة وأحيانا كثير صعب والأغلب إنه كثير صعب تعرفوا شو اللي أثار النوبة فالرقن الأول هو الابتعاد عن عوامل المؤرجة إن أمكن ثاني شي في عنا معالجة النوبة وفي عنا معالجة ما بين النوبة الآن معالجة النوبة بيعرفوها تقريبا الأهل والأطباء كلايات وهلأ الأكتر هو عبارة عن الإرزاز يعني نحن بنحط مادة موسعة للقصبات عن طريق الإرزاز وهو الأفضل والإرزاز عبر الجهاز بتحطي فيه المادة الموسعة للقصبات ويستنشقها الطفل عبر حجرة غالبا نحن عم نتعامل هالأيام حتى ما يصير فيه عنده مشاكل مباشرة عن طريق الفن صعب على الطفل يتعامل فيها أحيانا فينا نطبقها بالمنزل إذا كان في درجة واعي من عند الأهل يطبقوها بالمنزل الأهل بالتعاون مع الطبيب والاتصال مباشر معه لأنه أحيانا كمان إذا تركت الأهل على المعالجة بالمنزل وسائد حالة الطفل وما حطوكي بالصورة بيدخل بصدمة وبيحتاج راعتها إسعاف سريع وعناية مشددة فإذا فيه وعي بين الأهل والطبيب فينا نتعامل عن طريق الإرزاز هاي المعالجة الربوية بالنوبة الحادة أما المعالجة ما بين النواب أحيانا مضطرة إلى إمتى مضطرة إلى لما بيكون في تكرر بالنواب شديد يعني الطفل دايما عم بيطيب من النوبة بس عم تتكرر النوبة بشكل متقارب الفترات بالنواب أو الطفل تعطل عن الدوام المدرسي يعني أنه دايما دايما عم بيتعطل أنت مضطرة أنك تعملي له معالجة وقائية بين النواب أو مثلا ما عم بيقدر ينام مضبوط صار في عنده أرق دايما بسبب تكرر النواب يعني منضطر لمعالجة ما بين النواب ما بين النواب هاي معالجة بيحكمها الطبيب تأربي عم في إرزاز هلأ عم سهل الاي سي اس تعطي كورتيزونات عن طريق الإرزاز في أدوية عن طريق الأقراس كمان المضادات الليكوكوترين كمان فيك الطبية بس في معالجة مناعية للربو كمان في معالجة باللعبة long acting agonist كمان يعني خطة المعالجة للمعالجة المديدة بقرر الطبيب هو بالتعاون مع الأهل بس هي حقيقة بدها درجة واعي درجة جيدة من الوعي مع الأهل وإلا فعلا بتدهور حالة الطبية أكيد دكتورة منتمنى الشفاء لكل الأطفال وشكرا لإلك شكرا للمعلوماتك شكرا لإلك شكرا لإلك دكتورة والصحة والسلامة أكيد لجميع الأطفال وأكيد سمارة بننتقل إلى ريف حماوة تحديدا السلامية حيث أقيم معرض فني متميز ضم عدد من اللوحات الفنية المرسومة بالحرق على الخشب ومن الأشياء من توالف البيئة يلي طبعا تم تدوير تفاصيل أوفة مع مراسلنا محيدين فهد متابعة لمسيرة الفن وانتشاره على أوسع نطاق أطلقت مدينة السلامية بريف حماوة معرضا لفن تشكيلي يضم عدد من الفنانين التشكيليين الذين عرضوا مجموعة من اللوحات الفنية المرسومة بالحرق على الخشب بالإضافة إلى أشياء من توالف البيئة تم تدويرها إلى أدوات يتم الاستفادة منها ولوحة مصنوعة من الخيطان والمسامير ورسم على الأحجار أهمية لهذا المعرض نحي ونرجع الفن وخاصة للفئة الشابة موضوع مثلا للحرق على الخشب موضوع هو شوية صعب اللي بيميزه أنه الخطأ لازم يكون غير موجود فيه لأنه ممت الباقي إياه رسم إذا أخطأت ما فيك ترجع تعيد بدك اللوحة للإطلاف موضوع البسمار الخيطان، لوحات الخيطان والمسامير هي مأخوذة من التاريخ هو عادي أكثر من شيء يعني موشي واحداتي من أكثر من شيء كان هندسي ولا مانديلة ولا إنساني أم حيواني حتى نبعتي عادي إشي كتير حوي حتى عادي رسالي عن الطبيعة لمسنا بالمعرض اليوم شيء من الواقع، شيء من الحياة اليومية، شيء من الفن، شيء من التراث، شيء من القدم، شيء من المعالم الأثرية اللي نفتخر فيه وعملوش هذا كل يوم، فشيء من الحياة اليومية لوحات عبر فيه عن الإنسان، مثل هون مثلا حكا الروح البشرية، مثلا استخدم معالم الطبيعة بطريقة كتير حلوة وزريفة، مثلا هون عند لندن كتير تكمنطع لموانا شو حلو يعني انسجام ثقافي بين عدة حضارات، مثلا بتشوف هون عندك انت برج إيفل، في عندك ساعة بيكبين، في عندك أكتر من نوط فني، سوري وغير سوري، والسوري طاغي نوعاً ما يعني في عندك فن جديد موجود اليوم هو محدس، هو الرسم على الحجر، في عندك فن كتير مميز اليوم عم يقدمه أشخاص أيهم وغيره من الأشخاص كتير من الشباب كتير مميز وتوقع أنه يطلع مصدره من سوريا فقط يعني وينتشر بعدين للعالم هذه المعارض وغيرها تجسد التراثة السوري في رسالة مفادها أن الفن لا يتوقف أبداً بل هو مستمر مهما كانت الظروف وهلأ فرح حننتقل لموضوع كتير حلو، حنحكي عن الفوبيا، خلينا نحكي الفوبيا عندك شو هي؟ حشرات أكتر شيء بس الحشرات؟ ما حاولت تتعالجي منها؟ فوبيا من الحشرات ومن النص البين هلأ حننتقل ونحكي عن كلمة فوبيا أو الرهاب من أشياء متعددة مثل المرتفعات، الحيوانات والأماكن المغلقة وغيرها كتير ولكن بالواقع ما هي الفوبيا؟ ومن وين بتتكون عند الشخص؟ اللي هي بالفعل يمكن التخلص منها؟ هذا موضوع نقاسنا اليوم مع غالية سعيد، أخصائية في علم النفسي ساعة صباحك وأهلا وسهلا فيكي صباح الخير وصباح الروا وصباح الجمال والسعادة، كل الأشياء الحلوة اللي بتتمنيه شكنا لك غالية أهلا وسهلا فيكي، واليوم اخترنا موضوع الفوبيا بأنه هي يمكن كلمة كتير من تشرا ومن نسمع دائما من الأشخاص، أنا عندي فوبيا من هذا الموضوع أو من هذا الموضوع بتختلف بين شخص لتعني خلينا نعرفها بمفهومة الصح وكيف فينا نفرق بين الفوبيا، يمكن وحالة النفور من شيء معين تمام أكيد، أكيد يا سيداتي بالبداية نحنا متل ما تفضلت بقالة فراح نحنا كلا عياتنا مقول إذا شفنا الشي ما بناصبنا يهي عندي فوبيا، أنا بخاف من هالقصة، أنا وهالفكرة، أول شي فينا نفرق بين مصطلح خوف وبين مصطلح فوبيا، لأن كتير الناس بتعمل خلط بينها الخوف هو حالة طبيعية، شعور كتير طبيعي بينتها بأي أنسان بيكون لدقائق معددة ولسبب معروف ولحالة يعني شعورية بعرف أن الفكرة وانتهى أما الفوبيا فهي بتكون خوف مجهول لأشياء غير مواضحة لمعالم غير مبينة بالنسبة لي لمعتقدات أو أشياء نبانية أساساً يمكن تكون على غش أو على أشياء غير واضحة فهذا الشي والفوبيا هي مستمرة، ممكن نضل معك سنوات، ممكن نضل معك العمر كله ولكن الخوف مع التعلم والخبرات ممكن يصير محدود أكتر وبصير أن أقدر أضبطه أكتر ولكن الفوبيا لا تنضبط أكتر فهي شعور مضمون داخلي بيعتيك إحساس بالتوتر، بيعتيك إحساس بعدم الراحة بيعتيك إحساس بخوف مبالغ في زيادة عن الرزو بيبنعك أحياناً التأثير أو التأثر بالمجتمع بيخليك الشخص ممكن مثل ما قالت الكلمة عنده نفور من المجتمع في عنده شوي بيكون عدم مهنية واحترافية لأنه كلمة فوبيا هي بتكون عائق عم بواقف بطريقه فهي ممكن كثير تعمل مشاكل وبالأطرابات أو بالمجال النفسي نحن نضمها تحت مجال الأطرابات القلق يعني هي أززادة نحن ممكن نعجب نعتبره مريض فوبيا أو مريض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى كثير خطوات لحتى نساعده أكيد غاليا كل حدا فينا عنده فوبيا من قصة معينة خلينا نحكي أنت شو عندك فوبيا من شو وكيف قدرتي أنت تعالجيها أو كيف قدرتي تتخطيها خلينا نحل عن هذا الموضوع ونحكي عن أنواع الفوبيا كمان عندي فوبيا من الموضوع من البحر ومن المسابح الكبيرة أنا أخاف من هذا الموضوع أي كثير يعني نحن أثباب وراثية ممكن أنواع بتكون طفلة ممكن أنا وقت شايفي حدا صار عنده هيك أو سمعتي عن قصة حدا كانت معهم القصة فصارت عنده نتيجة الوفاة جراء هذا الموضوع وأفكار مشوهة كانت عم تدخل لتفكيرك ومعتقداتك فسبكت هاي الفكرة ومعجب حدا أعدل هاي الفكرة أو ما شفتي سلوك بنافع هاي الفكرة طيب أنت كيف قدرتي تعادلي الفكرة وقدرتي هلاش سلوكي معني في صراحة شوي شوي مع التعرض ومع حالات أنه كان في شخص أكيد عم يدعم هذا الموضوع اللي قدرت أنه أنا أقرب على المي بعدا صدقت أقلى مع هذا الموضوع وعرفت أنه لا يعني إذا أنت كنت متحكمة أكتر أنت اللي بتكون إلك السيطرة أكتر أما إذا استسلمتي فهي اللي بتكون موسيطرة أكتر وتحاول إنا تغرقك طيب شو ممكن تنصحي فرح بالفوبيا طبع كيف ممكن تعالجها حتى بين هامشي صراحة السيدات قالت في دراسة أنه نحنا كسيدات نحنا بجيناتنا من خافة من الحشرات يعني أنا مكسرة من طبيعات كلياتنا مكسرة بس بالرسبة الأنثى بالذات بجيناتها هي بتخافة من الحشرات ولكن تتعلم تعلم أنها تتغلب على هذه القصة بتتجاوزها تجاوز بس إذا وصلت لموضوع أنه أنا إذا شفت أي حشرة يصير عندي مثلا الأعراضي اللي هي بتكون مثلا رعشة بالإيدين جفاف بالحلق مثلا رشفة بالقلب وممكن إصفرار بالوجه ارتفاع الأدرينالي لأ هون نحنا منقول أنه عن جد العلاج والسلوك المعلي فيه أول شيء ممكن نتجه له إلا إذا ما كانت الفوبيات عم تعملنا لا سمح الله يعني أنه فروقات كتير كبيرة درجة أنه ممكن تعمل حالة إغماء ممكن تعمل حالة توقف عن القلب إذا كان الصادم شيء أنا ملي متوقعته وفجأة لقيت أنه شيء طلع بوجي وأكتر حلقات الغلط للأخصى في العالم بتحاول أنه تساعدك فيه فبتصدمك بالشيء اللي أنت بتخافي منه فهون ممكن نقذي الشخص اللي احنا عملتهم على ما من هذا الموقف فيه شفنا كتير أشخاص بحاول يمكن يكسروا حاجز الخوف أو يساعدوا أشخاص تانين بيقعوا بمطب الخطأ يمكن مثل ما قلتي غالية بيفاجئوهم بشيء أبدا موان المتوقع وهم أساسا بيخافوا من هذا الشيء اللي يفاجئوه فيه اليوم إذا بدنا نحكي عن العلاج الحقيقي أداهوة نفسية ممكن وقوة الإرادة عند الشخص تلعب دور كتير كبير وخطوة أولى بالعلاج تمام يا سيولتي أكيد متل ما تفضلت هي هاي فكرة الخطأ والمشاعر أكتر اللي بيستعملوا على العمل مثلا فوبيا القطاط كتير فيه عندنا ناقة تخافوا من القطاط وليقلك أنه هنين أول شي كيف بيتخيلوا هنين بتخيلوا شكلة ديناسور عنجد نحنا بيشوفها قطة كيود هنين بيشوفها ديناسور فمعفونا نحنا عنجد أنه نحنا نضحك عليهم أو نتمسخر عليهم فيه أشخاص للغلط شو بتعمل أنه بتروح بتحطي لك مثلا أو بتجرب لك قطة أو بتسمعك صوتة أو أنه بدرجة أنه أنا يعني أنا عم عرضك للموروع فأنت هون لأ أنا هون بكون عم بأزي كتير لأنه ممكن هذا الشخص عنجد تكون مدار الفوبيا عنده كتير كبير فأنا عمله أزيه نفسي انت لما قلت لك ممكن يصير حالات إغماء ممكن يصير ممكن فيه حالات أثبتت أنه صار فيه عنده حالات توقف قلبي يعني أنه رعبة كتيرة ممكن أعمل لهم أمراض أخرى وممكن يطلع معه مرض سكر وممكن يصير معه نتيجة الرعبة اللي أنا عملت له إياها أكيد العلاج السلوكي أو التعرض لإلها أو حالات التأمل وتقبل وفك فكت الفكرة خليني إلي هاد الطريقة الأنصح يعني أنا إذا عمدي حرم مثلاً بيخافوا من الأسانسير من المصعد في كتير ناس عندها فوبيات من هذا الغرف ما فيني يفتح لباب الأسانسير إلي الله أطلع بحيات لك هذا معنى جواب أبداً معنى أشخاص بيكونوا مثلاً كبار رفقتي مثلاً عندها مشكلة يعني في الأسانسير عندهم قناعة أنه ممكن هيد الغرفة اللي عم تتحرك تقلب نتيجة طنبس هيك على هاميشن وبناءً لذلك لما عملوا الأسانسير حطوا له المرايا لحتى يخلصوا العالم من الفوبيا لأنه الشخص لما يشوف المرايا أراد يبدأ يوقف يركز حاله يشوف هندامه بلتهي فبهالحالة بيطلعوا الثواني اللي قطعت فيهم فهي كانت أحد الحلول حتى يخلصوا الناس من الفوبيا الأسانسير أنه يحطوا له المرايا فيها فأول فكرة أنا إذا بدي يتحرك عليها هو أنه أول شيء وضح الفكرة يعني أنا مثلاً أنا قالت فرح أنه عندها فوبيا من الحشرة أنا بدي أسألة أنت ليه بتخافي ما في إنه بتقول لي هيك لا بتخافي طي أخرى إنهم سعرون جميعاً وصغيرة هو شايف حدا وفيه شي قال بأنه إحنا كثيراً منتأثر بالأمهات يعني في دراسة قالت إنه ممكن الفوبيا تكون بالجينات يعني العائلة مثلاً لأم أكتر شي إذا كان عندها فوبيا إذا عندها فوبيا فهي يعني بتورد لك فكرة أنه أنا الماما بتخاف فأنا لازم خاف مثلها إلى أنفك فكرة أنا الفكرة ممكن ازعت انا وياها على كذا جلسة تقلي انه هلا انا ما بطلع بخاف منه بس بشمأز من المنزل تماما ووضحنا انه هو حالة انه شمأزاز اكتر ما انه تكون حالة خوف هي عندها توضحت المعالم معتصار ازجافة حشرة تصير عندها هيردات الفعل المؤلمة جدا فانا بوضح له اول شي الفكرة شوي شوي بهدوء وعلاج الفوابيات وده نفس كتير طويل وكتير مراعا للحال لانه ممكن ينكس باي حالة ممكن ينكس انتي تقولي انه انا جاوزت معه ممكن يجي حدا طارق يعملك نكوس فورا تماما بعدين بيشبع معه بقى للتعرض شوي شوي الى ان يتقلم مع الحالة وهو يستوعب انه هو اقوى من تلشي طيب الاطفال اللي عندهم فوبيا كيف ممكن الام تتعامل معهم كيف ممكن تخلصهم من هاي المشكلة اللي موجودة بحياتهم كتير حبيت السؤال ازا كانوا الاطفال تحت الخمس سنين ما فيني يتحرك معهم الا لكون انا اعرف شو بقيت لك فكرة انه هو اللي بيقلد الام ازا انا مسلا فلنفرض انا في امهات بتخاف من فوبيا الابر يعني هو الطفل عم ياخد ابرة ازا مسلا مريض ورحنا عم دكتور هي بتخاف فهو اروادي متلا شو بيصير انه لا بيخاف فانا ازا اختحت خمس سنين انا بدي ركز ردة افعالي وردات فعلي لاي موضوع لحتى هو يتعلم تعلم وبلش اشرح له اياها ازا كان فوق الخمس سنين فانا بدي اشرح له ليه انت ليه بتخاف شو السبب ممكن استعمل ورقة وقلم ممكن استعمل افلام كرتون ممكن استعمل اي قصاص وحاول بعده عن القصص المشوهة اللي الناس للاسف بتصدر له اياها او الناس بتخوفوا منها في كتير ناس مسلا عم بيحكي عن الابرة ازا بتعزب رح اعطيك ابرة فهي صارت في النصفة له فوبيا او بغدك عند الدكتور او بيطلع لك الشبح او اسطفين العتمية ومن هالاشياء هاي كله ياتا هاي فانا ازا بديت احكي مع الطفل بعده عن المصطلحات المشوهة اكيد كله ياتا والافكار السوداوية اللي ما بتنتسب للواقع او منطق باي الشي وبلش اتعامل معه بالمنطق بالعقل ليه بتخاف شو السبب هعتكي مبررات كتير او ممكن يجاوبك جاوب انتي بتخافي ماما ليه انا عم تسأليني حتى ما خاف فانا ازا كنت تحت الخمسة سنين انا لازم انتبه لردات افعالي وازا فوق الخمسة سنين اكيد ممكن استعين بكتير قصاص واشرح له بس شرحتي له وضحتي له الفكرة شوي شوي خطوة خطوة بتاع يتجاوز هذا الموضوع بس اصدمه اكيد لا اكيد لا ابدا غاليا كتير من الاشخاص بيقولوا حسب نوع الفوبيا الموجودة عندهم انا مثلا حسب الفوبيا الموجودة عندك انا ممكن اليوم عم روح على البحر او على المسبح فبيهملوا هاي القصة بشكل كتير كبير وما بياخدوا لعين الاعتبار متل ما منقول ادي هادا الشي ممكن يكون صح انه نحنا نتغافل شوي وادا ممكن يكون غلط ان احنا لازم نواجه اي مشكلة بنحس انه هي موجودة عندنا هلا متل ما قلت صحيح بما انه مثلا متل ما قلت لك انه انا من المي يعني انا ما كتير بروح مثلا او بتعامل مع هادا الشي ممكن احيانا انتصار الى مرحلة اذا انذكر قدامك هذا الموضوع تحسي انه صار فيه حالة انه خوف او هيك انه ايمونى من هذا الموضوع انا ما بحبه لا اكيد لازم نتواجه لانه بنهاية اي نقطة نحنا بنعتبر انه هي مثلا شبكة ضعيفة ضمن جسمك النفسي فهي بغفلة منك وممكن تلاقيها كبرت وممكن تلاقيها توسعت ممكن مثلا هلا خليت مقلتي انه انا بخاف منه وممكن اذا سمعت حدا قاله انه غرق فانا تصير عندي ردة فعل اكتر اه ممكن انا اذا رحت وصلت للموي انه انا غرق ممكن عقتي في انه لا لازم ما تتركي اي فجوة موجودة عندك لازم تضلي تسألي حالك انه لي شو السبب دائما نحنا باي مجال اذا خايفين انه بس لقينا اجوبة مقنعة بتخف علامات الخوف وبتخف ردات الافعال الانفعالية اللي موجودة عندنا فبيصير في عندنا رواق اكتر اما طوال ما شي هو مجهول بالنسبة لي ومبهم وهو غير واضح المعالم فاتأكد انه كل ما علي عم بتزيد ومثل ما قلتي يمكن انه لما اضطر ان يكون بمكان في يومي لقي ردة فعلية كتير غريبة انه انا كنت خاف بس مو هيك كتير صايرة غريبة لانه كانت عم تتسع الشركة تمام تمام فأنا لازل اجاب على كل الاسئلة وحلة طب ايمتا برأيك الفوبيا ممكن تتحول لمرض وامتا بتقول شخص يتعالج و هل ممكن بالعلاج يكون فيه ادوية ولا لا تمام كمان كتير حل السؤال ممكن تتحول لمرض لما بتأثر فعليا على هذا الشخص يعني لما مثلا خليني يقولك انه الاشخاص اللي عندهم فوبيا من الرهاب الاجتماعي او الاماكن الكبيرة وفي اشخاص عندهم فوبيات من التحدث امام الاماكن الواسعة او الاشخاص الموجودين بس نشعر انه هايدي الفوبيا خلتني وقف عن عملي ما قدر اتواصل مع الاخرين ما اقدر كون انسان متل ما انا عم بطمح او عم بعمل عم تعملي اذى جسدي مثلا مثل ما قلتلك ممكن يصير في حالات اغماء او ممكن يصفرار بالوجه رعشة بالايدين جفاف بالحلق مشاكل جسدية بتأدي الرعبات اللي بتطلع عندي امراض انه هون لازم انجدد ويعندي ضوء الاحمر وعرفا اعرف انه فعنا عندي كتير مشكلة كبيرة اتوجه فيها فورا للاخصائي النفسي ما في داعي فورا للطبيب ضغري اخصائي بيساعدك انه بيبلش معك بمرحلة العلاج السلوكي العلاج السلوكي اثبت فعلا جدارة اذا كان على ايادي مختصين قادر يساعدك ويخليك تتخلصي منه لما نوصل لمرحلة طلعنا عن الكونترول ممكن نتوجه بقى للطبيب النفسي لانه صارت تنزل تحت اشماء اشياء اخرى معادة فوبيا صارت نوع من انواع اضطرابات القلق الشديدة اللي تحتاج فعلا لتدخل دوائي حتى نقدر نضبط الحالة وما نوصل لاماكن صعب الوصول لالها والانضباط وديمهم انه نحن بلش مع الطفل يمكن نزغر خطوة بخطوة لحتى يقدر يتخلص منه قبل نحنا ما نطنش الموضوع يكبر ويسبب له اذا نفسه تمام يا سيدتي بالمجمل الطفل بيطلع بلاد عنده مخاوف بتكررة الى ان توضح له انت المعالم غالبا قالوا في انواع كتير فوبيات بتكون بسيطة بتنتهي عند مرحلة البلوغ يعني من رائبة نحنا اذا لقيناها ما عم تعمل له مشاكل نتركها لانه بمرحلة البلوغ بتتبدل عنده كل شوي هيك معتقداته وافكاره فالحاله بيخفية عن صاحة الشعور بس اذا شعرنا انه نحنا وصل معنا وهذا الطفل بعد مرحلة البلوغ وضلت عنده هاي الفوبيا هون فعلا لازم يتدخل فورا حدا مختص اذا نحنا كأم واب غير قادرين على هذا الموضوع او اذا انا كأنت ام قادرة اني انا اقعد وضح بقى شو الفكرة ليه بتخاف ارجع معه شو السبب شو القصة بس اذا كانت بسيطة وعم بتمر بسلاسة او بفترات كتير بعيدة ضل عم رائبة بالموضوع وعم شيكة عليها كل فترة هل ردت فعله ضلت مثل ما هي ام زادت بفترة قبل البلوغ اذا لقيتها زادت معنات انا هون بحاجة تدخل اخصائي نفسي طفولي فورا بهذا الموضوع اما اذا لقيتها شوي متوازنة وثابتة ما عم بتزيد ممكن عم تنحسر اكتر لا هون بهد شوي وبنتر لانه تلك على مرحلة البلوغ ممكن تختلف كتير وتختفي هي الحالة عن صاحة الشعور اكيد غاليا شكرا لك شكرا لوجودك معنا شكرا للكوني ساعة صباحكم شكرا مرة تعني لك غاليا وهلأ مننتقل طبعا الى بلدة لحباش سمر بريف حمص الغربي اللي اضاءت طبعا اولى شجرات عيد الميلاد في المحافظة استعدادا لاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط حضور كبير في ساحة كنين ستمر الياس وسط البلدة نحن مجموعة شباب من الاحباش عم نستمر اتقريب الشهر ونصف الشهرين بتحضير زينة الميلاد ووزيني حوال الشجرة هذه التقاليد يعني كل سنة عم نقوم فيها بلحواش العالم تعودت عليها عم ترسم بهجي وفرحة كتير كبيرة بالضيعة الشباب نقول لهم يعطيهم ألف عافية ما حبوا يمروا هالعيد إلا ما يزرعوا هالفرحة بقلوب هالأطفال ينعاد على الجميع إن شاء الله وإن شاء الله كل هالسنة خير على الكيل أحب عائد سوريا والجيش وسيد الرئيس الله يخلينا ينهون والله يحميون خلينا ينهون فراسنا دايما وأهل الواردي بحب عائدهم كلهم وأهل مرمريتا لأني أنا من مرمريتا للسنة الخامسة على التوالي تضيء بلدة لحواش شجرة الميلاد بهمة شبابها وأهلها في الداخل وبلاد الإغتراب يعني نحن متعودين على همة الشباب والحالة اللي بيعملوه كل سنة إن شاء الله تنعاد على الكل بالخير يا رب كل سنة أحلى من سنة يا رب ضوينا شجرة المحبة شجرة الأمل بالخلاص نحن عم نقول لكل العالم أنه سوريا بخير سوريا محبة عبال كل سنة يا رب بالصحة والخير والسلام لسوريا الغالية ومن هنا من ساحة مار الياس في الحواش نرفع آيات الفرح آيات السرور إلى قائد هذا الوطن بشار هذا الأسد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد إلا أن القائمين على الفعالية حرصوا على إقامتها وإطفاء الفرح على نفوس الأهالي ومحية الأطفال الذين توافدوا لالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الميلاد والزينة المرافقة لها فميلاد السيد المسيح هو ميلاد الفرح والحب والسلام من ساحة كنيسة مار الياس وسط بلدة الحواش شيرين العلي الإخبارية السورية إلى آخر مساحة معنا لليوم عن دمى الأطفال والفن والإبداع بتحبي الدمى يا فرح؟ شو المميز اليوم معك بشكل عام يعني؟ هل رح نحكي أكتر وبالتفصيل مع ضيفتنا سمار عن الدمى وكل واحدة شو الشي الملفت فيها والتفاصيل الموجودة؟ أنا الدمية اللي معي كتير حلوة كمان عليه عن درموش وبتجنة خلينا اليوم نحكي عن الدمى وخلينا نحكي عن الفنوى الإبداع لعالم الطفل ولنعرف أكتر بآخر فقراتنا نرحب بالحرابية ميس الجندي أكيد إجيتي من حلب بالحمد للعسلام يسعد صباحك وأهلا وسهلا بيكي يسعد أوقاتكم كل ياتا صباح الخير وسعيدة بتواجدي معكم اليوم ونحنا سعيدين فيكي وقبل ما نحكي عن أي تفصيل عن الدمى وقالية العمل فيهم لنعرف لش اخترتي تتخصصي فقط بهذا النوع من الدمى صراحة يعني منه أنا صغيرة بيستهويني الدمى وبتمنى أنه أنا أتعلم كيف تنصنع الدمية كيف بنعملها إيدين كيف بنعملها رجلين فحبيت أدخل هالمجال ولقيت حالي فيه يعني أنا لما بكون عم بشتغل الدمية بكون سعيدة بأسعد حالاتي فيعني واحد دائما يشتغل الشي اللي هو بيحس حاله بيأبدع فيه وبيكون مبسوط فيه وأكيد وعبت نشري سعادة يعني أنت بس إجيتي وجبتي الدمى نحنا كنا كتير سعيدين وكتير مبسطنا رجعتين لأيام الطفولة خلينا نحكي عن هاي الدمية الحلوة كتير اللي حاطتي لها كمان رموش ما بعرف إذا بدا تبين رموش ومفاصل ومفاصل خلينا نحكي عن المميز بهذه الدمية قديش أخذت منك وقت وكيف اخترتي الألوان والشكل كمان هالدمية بالذات اللي ماسكتية يعني هي مختلفة عن كل الدمى لأنه هي دمية روسية هذا كورس جديد هلأ عم بتعلمه يعني عم بتعلم فيه أكتر شرون الوجه يكون مجسم الإنف ظاهر التم الشفايف ظاهرين الأصابع إلا أصابع وبيتحركوا أصابيع مثلا مفاصل فصراحة يعني أكتر دمية أخذت آه أصابع بيتحركوا عن شد فأكتر دمية أخذت مجهود يعني هاي يعني دمية الكورس أخذت تقريبا شيء ثلاث أصابيع شغل يعني متواصل يعني أكتر من شيء 65 ساعة أخذت شغل معي لأنه هاي لسه أول دمية بهل مجال وباقي الدمية يعني إلهم إيدين ورجلين بس مو مثل تكنيك هل دمية هاي ميسل حلو أنه كتير بنات بيحبوا يكون عندهم دمية وهي دمية تكون مميزة هلأ أسمعت شيء أنه أنت ممكن تعملي دمية بتشبه صاحبتها تماما هذا الشيء قدير صاح وقدير بده فن وتكوني ضغيقة بهي التفاصيل هلأ ممكن تبعتلي صورة مثلا واحدة بتقلي مثلا بدي دمية مثلي فبناخد بعين الاعتبار مثلا لون الشعر يعني التصريحة تبعية الشعر هل هو ناعم هو كيرلي لون العينين بتاخد بعين الاعتبار هاي القصص كلياتها وبننزل على السوق خصوصي بشأن نجيب نفس الفستان اللي هي لابسه أو نفس القطعة فيعني بتاخد بعين الاعتبار بسيها حلقات يعني حلقات إيه؟ هذا التفاصيل أدي حلوة تكوني من تبهى عليك تماما تماما يعني أداء التفاصيل بكون أنه بدي طارعة مثل صاحبتها يعني وبتطلع هيك مثل مثلا مثلك على مين هيك صغيرة قدي حلو؟ أكيد تمليلي واحدة هلا بنبصيها فرح أنا وانتي خلينا كمان نحكي عن هاي الدمية كمان قديش أخذت منك وقت شو هي المواد الأولية اللي بتستخدميها ونوعية الشعر كمان كيف بتختاريها لكل دمية؟ هلا بداية تأخذ دمية مثل هاي اللي بإدارك يعني بحدود خمسة أيام حسب ما يعني يكون فيها تفاصيل صراحة وبالنسبة للشعر الشعر ممكن عندك يكون من الصوف وممكن يكون عندك شعر معالج شعر حراري يعني ممكن بيتسبل ممكن بنعمله فير لأنه في أغلب شعر الدمية بيكون فورا مثلا بعقد مثلا بعد بفترة أو بينفش ما بيرجع مثل تماما الأول ما نشتري اللعبة بس هاي الدمية خلص شعره بيبقى هيك حلو بيبقى هيك مثل ما هو وزا حب تتغير التصريحة نعملها فير للدمية كمان ممكن يعني حسب شعر معالج ولا هو يصوف يعني على طلب الزبونة هي شون بتحب هلأ السؤال إنه كتير من السيدات بيحاولوا يمكن إنه يكون في دمية هي تحب بنتهم وتكون مبسوطة فيها كيف ما نشوف اليوم أسعار هي الدمية بتلاقي ممكن للناس أو لأ في أشخاص إنه بيطلبوها على الطلب أنتي قادرت متقدميها للكم هلأ يعني شون الأسعار عم تكون بتناسب أو ما بتناسب هلأ بس نحن قلنا إنه دمية هاند ميد ودمية صناعة يدوية هي بتكون عم تاخد كتير جهد كتير كبير للأسف كتير ناس ما بيقدروا هذا الشغل يعني فاكرا أنه أنت قاعدتي بداية تان سويتي دمية وخلصتي بس هي بتكون كتير عم تاخد في مراحل كتير بتقوم فيها يعني بصناعتها يعني مثلا رسم الدمية أول الشي بعدين القاص بعدين الخياطة بعدين الحشي بعدين صناعة الفصان والشوز والشعر يعني كتير مراحل ففي ناس بجوز بتقدر هذا العمل بتدفع مثلا قداش تكتفة الدمية وهي سعيدة يعني بتقدر هذا الشي لأنه بتقلي فعلا متعوب عليها الدمية وفي ناس بتقلك أنه لا يعني هي مثلا قطعة أماشة يعني آخر الشي فهي شي بيرجع على أنه الشخص هو بيقدر العمل يدوي أو ما بيقدره طيب خلينا نحكي أنت لحالك بتشتغلي وشغل كله شغل إيدك هذا الشي صناعة الدمية خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونحكي كمان عم ترسمي على ملابس الأطفال شي جديد كمان عم تعملي خلينا نحكي عن هذا الموضوع هلأ بالبداية أنه لحالي بيشتغل عندي بنتين صغار أنا عمدي سوها عمرة 8 سنين وميرا عمرة 5 سنين ما بيساعدوك باختيار الدماء أو الألوان؟ تماما يعني هني بيستهوا يعني بيعشقوا بيقولوني لما نكبر كبابنا الصين إحنا بنشتغل دماء تماما فبتقعد بنتي سوها بتساعدني إذا الشي بدو حشي أو شعر مثلا بدو لفلفة بتساعدني يعني بأخذ مساعدتهم هيك البسيطة بأنامنهم الصغيرة بيساعدوني شوي فيها بس إجمالا لحالي العمل كلها يأتوا إن كان الرسم ولا الشعر ولا التصميم وسألتيني عن الرسم على التياب كمان برسم على كل قطعة التياب يعني شو ما كانت القطعة أي شي برسم عليه يعني الحمد لله أدي زوئك الشخصي ممكن بيلعبك دور كتير كبير بغض النظر عن الأشخاص اللي بيطلبوا طلب بيكون شكلهم جاهز وطريقة اللبس وكل شي بالتفصيل عاطينك يا بس بالناحية الثانية في أوقات أنتي ممكن بتختاري كل شي شكل الدمية شعرها لونها أدي زوئك هو بيلعب دور كتير كبير بهاي القطعة؟ هلأ الحمد لله أكيد الزوء يعني لازم يكون شي أساسي أنه أنت لا تعرفي مثلا مثل هاي الدمية اللي بإيدها بدك تعرفي هالطبقات اللقماش حلوين على بعض بيلبقوا بيطلع حلو على اللعبة ما بيطلع حلو يعني أكيد الزوء بيلعب دور كتير كتير كبير يعني بهالشي يعني عن جد كله زوء خلينا نحكي مثلا كيف الأقبال عم بيكون أنت عملت مثلا كتير من الدمى أي أكتر دمية مميزة أكتر أقبال من قبل الأهل والأطفال عم تلاقي؟ هلأ أكتر دمية مميزة عندي هي الماسكتية بإيدك لأنه أخذت جهد جبار يعني جبار وأنه أنا جدا فخورة فيه أنه كان حلم لأي لي أتعلم أنا شون بيعمل روسيات الدمى تبعيته أنا لسه عم أكيد عم طور حالي أكتر كتير بهالمجال وعم بشتغل لسه يعني ساتني أنا بشوف حالي لسه بدي كتير شغل وتعلم بس فخورة أنه يعني وصلت لهالمرحلة هاي اللي كتب أحلم فيها وبالنسبة لشو سألتيني كمان؟ سألتك عن أنه كيف عم تلاقي الأقبال عند الأطفال والإكبار؟ الإكبار يعني بفيك تقولي لسه الإكبار أكتر من الصغار المهم العم يحبوا يكونوا أكتر فيه دمى بتشبهون هيك مثلا على مني كتير عم لقي إقبال يعني من الصبايا كتير بهالمجال والأطفال كمان كتير عم بعم يشوف الدمى غير مختلفة عن كل السوق يعني ما بيلاقوا يعني هاي الدمية بتنعمل ما بيكون في منا واحدة ثانية أبدا يعني متوفر يعني يعني الدمية بتنعمل مرة واحدة يعني حتى ما برجع بكررها فحب تكون كل الدمية مختلفة عن الثانية تماما كتير حلوة دي بدون وقت تقريبا إذا شخص بعث لك صورة وقال لك أنا بدي نفسها يدوميا دي ممكن تأخذ معك وقت هلأ يعني دائما بقول أن الطلب يكون يعني قبل أسبوع عشر تيام يعني حسب قديش بدأ تجهيز نزلي على السوق شراء الحاجيات تبعيثها يعني بدي تقريبا أسبوع عشر تيام تمام أسبوع عشر تيام خلينا نحكي عن مسرح العرائس ما فكرت دخلي الدماء على مسرح العرائس يصيروا يعملوا مسرحيات ما فكرت بها الموضوع صراحة هالفكرة مؤخرة عندما نطلب مني كتير وجد عبالي يعني أعمل كوليكشن عائلة مثلا ونعمل منها مسرح عرائس حتكون فكرة كتير حلوة وجديدة يعني إن شاء الله حيكون بالأيام القادمة يعني في مشروع بهالمجال تمام كيف عم تروجي لهذا الشغل كيف عم تقدري توصلي طريقة شغلك وهذا الانتاج الحلو لأكبر قدر ممكن من الناس أو حتى للناس المحيطين فيك هلأ ساهمت بمعرض أكيد الصابايا شافوا شغلي على الأرض الواقع يعني كان دائما قبل تشوفوها على السوشال ميديا بس الأكبر يعني الانتشار لإليه هي أكيد السوشال ميديا يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي كتير ساهمت أنه يعني أنا الناس عارف أكتر شغلي الناس تشوف شغلي فأكتر شي كان إلى كتير تأثير كبير يعني مواقع التواصل الاجتماعي كتير والقنوات أكيد يعني هي بار طويب بدك تفاصيل وتساوي قصص كتير بسيطة بدك كمان شغلة كتير يعني هي شغلة كتير حلوة وقلتلك يعني ما بتزرع البسمة بس عند الصغار وأكيد عند الكبار خلينا نحكي عن هاي الدمية كمان المميزة أنا لقيتها وقالي وقت عم بتطلع عليها خلينا نحكي عليها قديش كمان أخذت منك وقت وجهد وشو هي خطتك المستقبلية هلأ بالنسبة له هالدمية يعني هاي أوقات في دمية بتكون وليدة اللحظة يعني يعني أنا بقص الدمية يعني بشتغلها وبنفس اللحظة بقول خلاص هيك بدي أرسم لعيونها وهيك بدي ساوي لشعرها هيك بدي ربسها وأوقات بناتي حتى بيقترحوا أنه ماما مثل هاي كان بنتي بدي أنه الليش باب تساوي لها في الصارع الزهري بتحطي هاي لقماشة هي اخترحة تحط له هاي لقماشة مثلا من تحت فبناء على زوءة لبنتي كمان بيساعدوني باختيار الفساطين وبالنسبة للخطط المستقبلية أكيد في عندي يعني انطلب كثير مني مؤخرا أنه أنا ليش ما بعمل كورسات أونلاين أعلم شون بتم صناعة هالدمية فإن شاء الله على السن القادم إن شاء الله يعني حاشتغل هالموضوع وعمل كورسات علم الصبايا من خلاله وشون هني يصنعوا هاي الدمية شون هني يرسموا تفاصيل الدمية وشون يصموا الملابس فهالموضوع إن شاء الله حاشتغل عليه في المستقبل لحتى الصبايا يقدروا يعملوا مثل هالدمية إن شاء الله إيه أكيد منتمنى لك التوفيق منتمنى لك الانتشار أكتر وأكتر وأكتر شكرا لإليك وأنا سعيدة كيرا لعمل تكمر جديد تحياتنا لك الأهالي حلب إن شاء الله نكون هيك أنا و بناتي يخفاف عليكم أكيد ضيفة خفيفة أكيد بدن ألك شكرا أنك لبيتي دعوة واجتي من حلب تحتنا أكيد لك الأهالي حلب لعائلتك كمان ولا بناتك بدن شكر أكيد هذا الزوء وهي اللطافية اللي دفتية علينا الصباح وأنا من خلالكم وجه تحيي لبناتي كثير كبيرة وشكرا لإلكون جزيلا أهلا وسهلا فيك دعوة ورنك شكرا لوجودك معنا ولهون يا فرح مكون وصلنا لخطام مشوارنا الصباح إلى اليوم نلتقي بكرة على الساعة التسعة لكل اللي عنده فكرة أو موضوع حابب شاركنا في إبو على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير تمنياتنا تبقوا بألف خير وإلى اللقاء ونهارك سعيد يا فرح حلو سمار نهار حلو لكلمين تابعنا راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك لأي فكرة واختراح موعدنا بكرة تسعة الصباح بضيوف جداد وأفكار جديدة باي باي